موسيقى السلام عليكم معكم امين من قناة امين التعليم اليوم ان شاء الله سوف نقوم بتتيمه في السلسر في الموديول في الماركتين اليوم ان شاء الله لدينا الفيديو الرقم 4 اللي فيه واحد لتيتخ ديال لبروسسوس داجا لبروسسوس داجا هي المراحل والعملية كيفاش تتاخد القرار ديالك باش كتشري داك لبروسسوس داجا يعني كيفاش حتى جبتي داك المعلومات وتختي واحد القرار باش انك عزلتي داك لبروسسوس داجا مفاهمين هذا هو العنوان ديالنا ديال لبروسسوس داجا كيفاش إيلا جاب الله بالإخبار سوء لك أي إنسان ان نحاول نبسط لك الفيكلة قبل ما ندخلو في المناج الأكاديمي ونفهمك مرحلة مرحلة تكي واحد نوب دوب سيدة السؤال بالإخبار يقدر يجيك باللغة لنا مثلا شريطي واحد شريطي واحد شريطي واحد جين بالإخبار جاشي واحد داك الجين عجبو أنك شريطي تقول لك كيفاش أول حاجة تقول لك بني شريطي وبشحال شريطي وعلى شريطي هذا اللون يعني تبوز داكسيون ما حدو إنسان تبوز داكسيون على واحد الحاجة تشريطيها وإلا رأى عجباته هذيك الحاجة اللي شريطيها وبغي يشريطيها بحالة يعني أنت قمتي بالواحد المراحل انتقلتي منها حتى خديتي واحد القرار أنك عزلتي بالإخبار داكسيتي 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 حتى خديتي القرار وشريتي مفاهمين هذا هو جزيز اجنبا تشريطينا بلغة الفيديو داكسي لأجل المنهاج اجنبا داكسي حتى داكسي 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 مجمع معلومات داكسي اجنبا اللي شخص يعني المعلومات التي تأثيرها على الاشتر حتى تأتي شريتي دكتجين اللي قلنا مثلا قبلها يجب أن تفهم كيف تأتي شريتي دكتجين يعني ما هي المراحل اللي مرتين منها حتى اقتنعتي وخليتي القرار باش مشيتي شريتي دكتجين إلوي فو ساوار بغي يعرف من حقوقه بغي يعرف لانه ريسبونساب الماركوتين نحن نقوم بغي يعرف الخطر ديالله شنو بغي تعرف أخويا بغي تعرف يعني كيف تأتي شريتي دكتجين يعني شكل اللي يخدع القرار واش انتا اللي خدتي القرار باش مشيتي ترجي دكتجين ولا صاحبك ولا شي واحد اللي يؤثر عليك وقال لك اللي ما تاخد هاد النوع خد هاد النوع فاهمين هذه والسؤال ديالله دو كالتب ديسيزيون يعني اشمل نوع ديسيزيون ماهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو عنوان اللي تقولنا شنا هما لغول دون سيتيويازيون داشا يعني الناس اللي عندهم دور كبير باش انهم قنعوك انك دلتي ديك اللاشا ليدك الجين باركسامبل دونك سيدي اول حاجة عدنا لانفليونسور لانفليونسور هو اللي تيأثر عليك نشوف واشنو تقولنا لانفليونسور شنا هو ما خاصك تحفظ معايا انا سنقرع لك في المنهج الأكاديمي حاول تفهمني باش تفقى عقل وترجم بالأسلوب ديالك غتمشي بعيد ان شاء الله في الماركوتيين سواء في المنهج للقراية ديالك وتشتدي بروم سواء ما تبغيت مشي تخدم وتدخل سوق شورد دونك لانفليونسور شنا هو تقول لك توت برسون كي ديريكتما أو انديريكتما أن ننباك سور لديسيزيون فنال يعني لانفليونسور هو لكل إنسان اللي عنده علاقة مباشرة معك أو لا غير مباشرة صافة ديق مباشرة معك يعني أمي ديالك شو واحد من الله فامي شرى ديالك البوضوي أو لا وصفو لك قال لك آه راكينا واحد المارك فلان فلان يا الله بانت هالدكور ديالك يدير وقنعك أنك وؤثر عليك باش أنك تبشي تشريها أو لا انديريكتما شنا هي انديريكتما باركزامل شو واحد ديس قدامك من الزنق انت ما كتعرفوش غير ديالك أنفاس معك بل لك دارب لك واحد البياسة زمونة لابسها عجباتك وطمتك مونتا عندك واحدة رغبة باش تمشي شري شي شي ببياسة غتمشي هتقلب على فيك اتباع وتصوالات حتى تعمل وفي الخارج هتأخذها هده هو الفرق ما بين ديالكتما وان ديالكتما أوكي سيدي نكملوا دابا أن يقوم بأسجاد كيف تقوم بكم يعني عنده تأثير على الدسيزيون فينال باش انك تريد أنك تمشي تشري ديالك 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 الانيسياتور سي 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 برمياة بإستخدام الانيسياتور بمعنى هدك الانيسياتور وهو مشا شراء داك 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 ومع المنزل يبدو لديه مجرد ومع المنزل وهذه الأنواع التي ألقيت فيه تحترق ومع المنزل ومع المنزل يقصد لديه المنزل وهذه المنزل ومع المنزل يفهم منه ومع المنزل حسنا المنزل ماذا هو الوصف؟ هو الوصف الذي يقرر أنه لا يستخدم الوصف أو لا يستخدم الوصف سواء سوف تنبسه أو سوف تنبسه ونعطيه الوصف ونعطيه الوصف ونعطيه الوصف لتنبسه ونعطيه الوصف ونعطيه الوصف فاوتيل هده يعني ماذا سوف تنبسه أو تقول لك أسئلة تقول لك كيف تنبسه الوصف؟ أو أسئلة كيف تنبسه الوصف؟ كم؟ وقتها سوف تنبسه الوصف؟ كم؟ كم؟ ما هو الوصف؟ ما هو الوصف؟ وكيف؟ كيف تنبسه؟ ما هي الوصف؟ فليس Time لا تنبسه سوف تنبسة وكيف تنبسه olor وصف أريد الإشارة قليلا تنبسه الوصف شخص هذا الأشارة التي تنبسه لكي تحتاج القرار تستخدم أعدنا mesela لأجناء الطفل يعني 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 أن él يعني 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 ما ل TI نتبع يعني نحن لا نعرف المستعمل يعني الاخر ما هو استعمله يتسمى الاشتر اذا لم يكن يستعمله يتسمى الاشتر والصيد الذي يلبسك البردوية هو المستعمل يعني الاحتيماعي الماركتين لا يوجد عبارة على ومعرفة ودراية بالشيء التي تستعملها يوميا في حياتك إلا الدوروية فقد لديُندساء لقد شئستعمل الاستعمل سواء جين سواء پسسسواء أي حاجة لقد اعتبرّ أن أعتقد للغاية علامة حتى هناك ونقري في نظام العمل يقررون أي ترجمة ونقري في نظام العمل نقرر يوم جنقمة ونقرر في نظام عمل مثل الترجمة يترجمة على نظام عمل جنقمة sawة پسسسي بيرونيك دلتار مثلا مهم الإسانسية النوردينتور أول شيء نسترق لها قبل أن أذهب قبل أن أذهب قبل أن أجدني الفكرة أنني سأخذني عندي المشكلة يعني ما هو المشكلة أو ما هو السبب الرئيسي حتاجتني الفكرة لكي نشري ذلك الوردينتور مفهمين؟ يعني أنا مثلا سبب مثلا كميتيا مثلا إنسان وصله إلى مستوى دراسي الذي يطلب فعود يمشي لبرة يطلب النوردينتور يكون عنده دفتار مع الكونيكسون لكي نوديد ترشارك وتساعده في القرية دياله مثلا إنسان يريد أن يأخذ لكي يدخلوا واحد العمل للسوق الشغل على الانترنت يعني كل واحد عنده السبب دياله كل واحد عنده الهدف دياله بجاتوا الفكرة إنه يشري سواء بساب بورتاب سواء بساب بيروتك ديال التار يعني أول حاجة قبل ما تجيك الفكرة بغي تشري طنابيل غير غيرت جي وغيرت تشري طنابيل لا تجيك فكرة أنك تشري طنابيل لكي تقول علاج وأن الخدمة دياله بعيدة عدم الطبيس الترانسبور لكي يكون حرف الترانسبور وعندما تجيك الفكرة سأشري طنابيل يعني ديما تجيك قبل ما تجيك الفكرة وقبل ما تجيك الفكرة سأشري طنابيل بمعنى 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 المرحلة التي تجيك أوتوماتيك أي واحد تجيك القضية سواء على دياله أو دياله بمعنى مثلا بمعنى خاصة يجمع معلومات ومعنى هذا المرحلة بمعنى ومعنى سأشري سأشري السؤال سأشري أشري أشري إشهارات في التلفازة سأدخل الانترنت وإنك تأخذ معلومات قبل ما تجلبت الفلوس سأشري 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 ومعنى سأشري ومعنى بمعنى المرحلة سأشري مصادر من المنظمات سأشري سأشري السؤال من المنظمات ما هي لديك الاتجان والمصاب 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 والمعارف والمعارف والمصاب التي تسول تسول لكي تعمل معلومات فعقلك تسوي لديك تشريها هذه الأرابي نحن نفعلها ومن الذي يصل وصل لديك الذي يغيب عنه يجب أن تشتراه معه لا تسوينا وعرفنا التعمل وتقول أن نقص لنا من فوق لذلك 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 نقول لذلك بسيطة المترجم بسيطة المترجم تحديثة 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 في إنترنت تحديثة 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 وتحديثة تحتيثة في المثال الإعلانات مثل ترى إشهارات من التلفازة نعم إشهار نحن لا ننهار لسهل على شيء من الأشياء بقين الإشهارات من التلفازة مثلا يثبت تقرير وكثيرا اخبار من الكرة يترون الإشهار وإشهار المعرفة هذه الاسوسة مقابلة انها البعض بلعبه من الناس الذين هل نعمل أشعرهم ورأيهم يرون لكينار الفيسبوك هات المنزل الأسفل هات المنزل الأسفل خياب غير 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 هذا الملاحب هاته هما التعليم لدينا لضعبارة فالنحا الله وإضينا يجب أنه تجربة المعارضة في المعارضة طبع شديد وقراء هذه الموضلة الامران على شويد التقضى لتأكد مدعا وإطاء فأكد بكم الخاصة لها المعارضة نحا ننصطع المواقع لدينا إفعالي المترجم الإساعدة المترجم الإساعدة هما المجموعة للأفكار والأراء التي قمت بتعيب الله والتي تشفتهم عن طريق الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هذه المعلومات التي قمت بها ودخلتهم في العقلي كيف يتبع البرودوية كيف يتبع البرودوية إذا كان جديد الثمن إذا كان قديم الثمن كيف يتبع البرودوية كيف يتبع البرودوية كيف مستacak البرودوية وكيف يتبع البرودوية يعني بالإستيق City في نفس المعلومات التي تفعلها فوضع التواصل الاجتماعي هذه هي الفيضاج الاطنيات لأيضا سأنتقل إلى من اللي كان نتجمع المعلومات بالتأكيد هذا الشيء جمعت المعلومات في العقلي كم لن تقول نأخذ القرار كم شيء ندخلوها في الخانة نجمع معلومات دياري من الأقارب من الوسائل التواصل من الفيسبوك اليوتيوب أي وسيلة التواصل لأي واحد في العائلة التي اختلتك البردوين نجمع معلومات منه وهم يخشون القرار للمستخدامي البردوين الخاصة وتعامل والاسجن الربع تشارك الشعف يعني مما نشارك الشعف تقول الرأي دياري يكون دائما وعش فرع ان اراضي على ذلك القرار الذي يريد في البردوين يعني اعجبني و تقول اعليش اعجبني ايه ما اعجبني و تقرأ يخطر لتغول مثل ابدا ممتع هذا هو تحت في البردوين لذلك لم يكن أسهل منه عبارة على لانجاج ما حوالي كان نزوله في حياتنا اليومية نضيفه في موضول الماركتين هذا كان الفيديو الرقم 4 نحن فهمنا الحمد لله والذي لديه سيشارة يرسلني وإلى اللقاء في الترس المقبل وبحول الله